اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة والبداية محليا خزر المنتخب الوطني لكرة القدم امام منتخب استونيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما امس وسط اجواء شديدة البرودة وجاء هدف الفوز للمنتخب الاستوني عن طريق اللاعب هنري انيير في الدقيقة الساديسة عشر من عمر اللقاء واشرك المدير الفني للمنتخب بري ويلكنز غالبية اللاعبين بهدف اعدادهم فنيا وبدنيا للمشاركة بنهائيات كأس اسيا في استراليا العام المقبل تستأنى في يوم غد الخميس مباريات دور المحترفين لكرة القدم باقامة لقاءين ضمن منافسات الاسبوع الثامن من الدوري ويجمع اللقاء الاول فريقي الاهلي والمنشية على ملعب البترة بمدينة الحسين للشباب بينما يشهد ملعب الامير هاشم في الرمثة اللقاء الثاني بين الحسين اربد واتحاد الرمثة هذا وتستكمل المنافسات يوم الجمعة بمواجهتين بين الصريح وشباب الاردن والجزيرة وذات راس يخوط فريقا جامعة العلوم التطبيقية ومدارس الاتحاد المباراة النهائية لبطولة كأس الاردن لكرة السلة غدا الخميس في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين للشباب وكان فريق العلوم التطبيقية قد تأهل الى النهائي بفوزه على الارتدوكسي في دور الاربعة ويسعى لاستعادة اللقب في هذا اللقاء بينما تأهل فريق مدارس الاتحاد على حساب الرياضي ويبحث عن تحقيق الفوز باللقب لأول مرة تعاقد نادي السلط لكرة اليد رسميا مع حارس مرمى المنتخب التونسي والنادي الافريقي مكرم الميساوي وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الاندية الاسيوية السابعة عشر لكرة اليد والمقررة في الدوحة وتم اختيار مكرم الميساوي لما يتمتع به من مستوى متميز وخبرة واسعة في ملاعب كرة اليد هذا وجاءت الصفقة الجديدة بعد اعتذار زميله حارس مرمى الترجل التونسي مروان مقايز هذا وتفتتح البطولة في التاسع والعشرين من هذا الشهر تغلب المنتخب الانجليزي على نظيره لسكوتلندي وبثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب سلتيك بارك في سكوتلندا وتشامبرلين افتتح التسجيل لانجلترا في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة قبل ان يعزز الفتى الذهبي واين روني النتيجة باحرازه الهدف الثاني ومن كرة رأسية ايضا وفي الدقيقة الثالثة والثمانين حقق روبرستن الهدف الاول للمنتخب لسكوتلندي قبل ان يعود روني ويحرز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط اعتبر المدير الفني للمنتخب الالماني وكيملوف ان الفوز على المنتخب الاسباني يعتبر الطريق الامثل لانهاء هذا العام بشكل رائع بالنسبة للكرة الالمانية وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمدرب المنشافت بعد اللقاء الودي مع المنتخب الاسباني والذي انتهى لصالح ابطال العالم بهدف النظيف جاء من توقيع النجم الوسط توني كروس يأمل لاعب التنس الاسباني رفيل نادال المصنف الثالث عالميا بتعافيه من الاصابة التي لحقت به مؤخرا حتى يتمكن من المنافسة من جديد في بطولات التنس بداية العام المقبل وأجرى نادال عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية مما اجبره على الغياب عن بطولة الاساتذة للتنس والتي حقق الصربي جوغوفيتش لقبها قبل ايام وأكد المتادور الاسباني انه ينقصه القليل من الوقت للعودة الى التدريبات من جديد كما أستطيع أن أتفهم بشكل مستعد الاشتراك في الاسمتراك في الاسمتراك في الاسمتراك في الواحدة الورد